تقبل الله أعمالكم وطاعتكم سادتي وأحبتي مشاهدي قناة الكوميل الفضائية وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنها المشترك محمد ياسين عاملي زادة اشتركوا في القناة 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 وسبعين ولجنة الخبراء ثمانين ان شاء الله نتأمل نشوفه بالمرحل القادمة احسن انت بارك الله ان شاء الله تعالى استاذ ثامر الوندي تفضلوا محمد ياسين العامل يزاده مقتحم هذا الحقل قبل اوانه يعني يحتاج الى ان يتمرن اكثر انا ما لدي مسجل عندي عشر سنين عمره يعني عشر سنين عمره حتى يؤدي اداءات جواب وقرار وفي تاذه يصير عند انتكاسة تالي من هذه الصدمة فلو يؤدي بالمنطقة الوسط اللي تناسب عمره يكون تطوره افضل اتمنى للتوفيق ان شاء الله تعالى شكرا لكم دكتور مخلص تفضلوا جمالية الصوت لمحمد كانت جيدة وعنده قدرات كبيرة وعنده طبقة صوت مش موجودة عند الاغلب المؤدين وهي ميتس السوبرانو وهذه طبقة خاصة بالنساء نظر يجيبها بسهولة رغم انه في بعض الاماكن بالمرة الثانية شد عليها كثير وعمل شوية جروح بالصوت بس كانت الطبقة نظيفة وطبقته يعني سبات النغم كان عنده اربع اخطاء ظهر عن النغم الصوات العليا كان في عليها ضغط كبير ترابط الجمل اللحنية والإيقاعية ببدء وسط ونهاية الجمل كان جيد نصيحة لمحمد انه مايركز كثير على الصوت العالي وينسى السير الصحيح على النغم وهذا اذا كان انسان عنده صوت جميل او صوت عالي وما عنده قدرة على سيطرة عن النغم يعني ما عنده بعد صوت جميل ما تكون عنده مشكلة المشهدية بشكل عام شخصيته كانت حاضرة وشخصيته حلوة وعنده شخصية وعنده ثقة بالنفس المشهد بشكل عام كان جيد شكرا لكم استاذيح الصحاف تفضلوا حياكم الله سيدنا العزيز تحياتي لمحمد ياسين طبعا محمد عمر عشر سنوات وقوفه امام اللجنة امام هذه الاسماء بهذه الجرأة بهذا الثقة بهذه الثقة وبالطريقة اللي ادى بها الاحساس العالي اللي قدمه تفاعله مع قصيته اماءاته ونظراته للجمهور هذه حقيقة كلها تحسب إلا يعني هذا الشيء مو قليل كبار بالسن اكبر من عنده بكثير يفتقرون لهذه الخصوصيات الادائية هذا جانب جانب الثاني هو عنده امكانية صوتية وهو تصرف في صوته بشكل رائع يعني عندما كان في طبقة الوسط نعم ارتقاء الجواب هذا الارتقاء المفاجئ طبقة عالية صارت اكثر من طاقته ولكن هي محاولة تنم او تدلل على ثقته بنفسه فصح كان في اخفاق ولكن هي جرأة من عنده اداها يعني لو توجيه يقول له تاخذ اقل من هذه الطبقة ولكن هي موجودة عنده موجود عنده هذا الجواب موجود عنده هذا الصفاء في صوته موجود عنده هذه الزخار في الصوتية فاني احيي وان شاء الله يستمع لتوجيهات الاساتذة والمدربين هذا يكون رادود متألق وعنده اذن ما شاء الله موهوبة اذن موهوبة ان شاء الله تعالى شكرا لكم برقلافه اكم موافق باشد ان شاء الله مياكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة